أول ما خطبت عزموني بتعمل بتحميه على الأكشام يميه على العشاء عندهم بالبيت وبعد ما خلصوا رفعوا إيديهم كلياتهم وقالوا ثلاث مرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعدين قالوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين هايدي قالوا هيك بالعربي بعدين قالوا دعاء بالتركي أنا بوقتها ما فهمت منه غير هيك لا 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 يعني ما كنت عم بفهم شي فعطول هلا بعد ما تزوجت عطول بستلم زوجي نحن وقعتين على الصفرة بس نخلص أنا بقول إنه الحمد لله وبقوم وبتسامك على بصير بقوله لا 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 فأم برحة قال لي تعالي لحفظك يا هيدا لا 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 اللي بتطلي بتقولي قالت له حفظني يا فشو طلعوا بيقولوا طلعوا بيقولوا نيمتي جليل الله يعني نعمة الله عز وجل جليل الله يعني الله عز وجل نيمت يعني النعمة يعني إنه هلأ نحن قايمين عن النعمة اللي رزقنا إيها الله بركتي هليل الله بركتي يعني البركة هليل الله يعني خليل الله اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام فمثل كأنهم عم يطلبوا من الله نعمته وعم يطلبوا من سيدنا إبراهيم بركته شفاعة إيلا يا رسول الله يعني شفاعلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة يعني شفاعة إيلا هو فعل إيلا ما كيبيجي مع الشفاعة يعني مثل رزقنا الشفاعة أو عطينا الشفاعة يا رسول الله مثل شفاعلنا يعني يا رسول الله بعدين بيقولوا جيتش مش لرن روحونا يعني لروح يلي ميتوا لروح يلي غابوا صفر دا كي لرن آفيتنا يعني كرمي العافيت يلي قاعدين على الصفر العافية أو الرفاهية يعني بالهاصة يعني بالخاصة الله رضا الله سبحانه وتعالى الفاتحة وبيصيروا اللي قاعدين على الصفرة بيقروا الفاتحة فما بعرف إذا من اليوم ورايح بسنا نعزم على العشة ويرفعوا إيديا ويقولوا الدعاء حصير أفهموا لأنه حفزني ولا حيظل معلق براسي بالأخير لا 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 سبحان الله أفهم سقافات ثانية عادات ثانية بس حلو أنه نتعلم إشياء تركي من خلالهم ودعاء حلو